اشتركوا في القناة فريق فاهمي فاهمي لقاء جديدة من دور الحياة لقاء الفاصل اللي ممكن يعبر منه فريق فاهمي فاهمي للوصول للأدوار دور نصف النهائي هو الكوارتر او السيمي فاينال مربع الزابي هل ينجح انصار فاهمي فاهمي في الوصول لا في هذه الممراء بداية هذا الكلام خلينا ننطلق سريعا الى تشكيلة الفريقين بمثل لفريق فاهمي فاهمي اللي يكون علي منا بالزير لحرص المرمى الحارس العملاق محمد صبحي قدامه معتز بالله واحمد حسين وفي الامام احمد فاهمي وكريمة فاهمي دكت البودلاء النهاردة متواجد الاسطورة كابتن خالد بيبو بينما على الجانب الاخر بمثل لفريق بخارسة لحرص المرمى الحارس هشام رشاد قدامه امير قرارة احمد صلاح حسدي والحاوي محمود عبد الحكيم واخيرا السيزر محمد شاوي على طول في بداية هذا اللقاء كنت تلعب في وسط الملعب عن طريق الحاوي عبد الحكيم يلعب واحدة لشاوي مقطوعة من جديد وفي سفارة من حاكم النهاردة تاكم تحكيمة بكيادة كل منه الكابتن محمد المورسي هنشوف ونتابع سيناريو هذا اللقاء وخطى الان عن طريق الحاوي محمود عبد الحكيم هنشوفها تتنفذ ازاي رجع واخد الخطوات وبيفكر في التزديد شوقي مقفول عليه يفكر في كريم طارق ينزل تاني تحضير من الحاوي عبد الحكيم بيفكر على المصاند المستعدة مقفول عليه عايز عدي عايز ينطلق لعيب مهاري هنشوف عدة عدة ممكن نوع التزديد التزديد الاولى لكن الحارة على طول احمد حسين ينزل تاني الفاهمي فاهمي لصبحي بداية هاجمة وبناء هاجمة من جديد عن طريق فاهمي يمشي فاهمي يحطها لحية الشمال قافل امير كرارة وعبد الحكيمة وعايز انطلق المعتز بالله يمشي معتز ما بكنه تزديدة لكن لسه لسه على مرتين المراوعة والموجودة كتال ودفاعات وانطلقات وابداعات هنا في ملعب اللقاء هل ينجح الفريق الأصفر فاهمي فاهمي في الوصول وفي كلمة البداية وفي قص شريط الاداف هنشوفه انتبع كنترول وسط الهام وضغط موجود هنا عن طريق مطاس بالله يرجع التاني لحمد حسين هو عصام عليه عصام وتزديد قوية بوم هو علىكين الحارس تقلق من الحارس وتطلع على خير جمال عبا أركنية أولى في هذا اللقاء الآن اللقاء تعاضل سلبي بدون أداف بين بوخارست وفريق فاهمي فاهمي تمن فرق يتنافسون هنا في دور الحياة عبد الحكيم والمارم الخالي ممكن مش ممكن مش ممكن ناكورة صعبة جدا الكابريت الأحمر ولاد رز فاهمي فاهمي بوخارست الأسادزة وقمان لنا وحاق ميت وواما الآن الكل يتنافسون في لقاءات لقاءات وإبداعات وانطلقات والعرضية مش معدية مقطوعة عن طريق اللعب المخادر والحاوي محمود عبد الحكيم تصل من جديد شوئي محمود أو الضغط من محمود طارق لكن شوئي السيزر يستتاني عن طريق الحاوي عبد الحكيم عايز ينطلق يحاول بفك شفارات ودفعات انطلقات الإبداعات هنا في لقاءة الكبار يمشي كورة عن طريق عبد الحكيم يحاول انطلاق من تمان راجل راجل وفي فحص هل يكون لديه الإكسبرينس والخبرة السرين يصل من جديد للسيزر الشوئي الشوئي الكريمة تزديد هيئسة بعيدة 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 السلطان في أسلقاء قد يكون التعادل السلبي متواجد بص الآن وتزديد تزديد قوية لكن على طول تتلعب للشوئي عايز ينطلق يحط ناحة الشمال الكريم ولكن الضغط محمود عبد الحكيم مؤد مبارقة وهي جدا ومن زاوية صعبة لكن ما فيش صعوبة على لعب هدف هل يكون فريق حديد ويسجل هدف جديد التحدث حول انقاص السقة والعشوية الأداء وهيكون عن طريف فهمه لكن تطلع لخارج الملعب ضربة مرمى أعتقده ليست للركنية الآن السيناريو هل يتقارر السيناريو هدف يغير معطيات هو السيناريو هذه المباراة الآن التعادل السلبي متواجد في مباراة الكبار وهل سيكون التنين وحش السينما أمير كرارا على طول كريم جول 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 الهدف الأول عن طريق فهمي فهمي هادي أمامنا في العادة الهدف الأول يقص شريط الهدف هدف أول عن طريق فهمي فهمي يوسونا شريط الأدام اللعب المطالق صاحب التزديد الصاروخية كريم حامد على طول هل يكون في رد سريع من الحاوي عبد الحكيمة يمشي محمود يحاول ضغط بكريم ولكن الحارس با 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 مش ممكن مش ممكن نرد والفولو والمتابعة من أمير كرارا بناءة هاجمة من جديد عن طريق وسط الميدان رمونة الميزان وصابة اللقاع تمشي كورا عن طريق فهمي عايز يعدي أنطالك لكريم حامد ممكن كريم يحاول يستور يدور على المسندة المساعدة هنا في هذا اللقاع ولكن انتشار جيد من لعبي فهمي فهمي لعيبة كده بالبلدي بيلاءوا بعض عندهم الانطلاقات عندهم المروغات عندهم السرعة والوصول بيكون بيفننوها تفنين وأمير قرارا بالستايل الجديد بناءة هاجمة وصناعة هاجمة على طول في وسط الميدان عن طريق طارق همشي الشوء ممكن لا 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 مش ممكن مش ممكن القائم والقامباك والكوانتراك والتيك يتقي يسلام مباراة نارية مباراة سورية يتشعل يتفنن يستاعرد ولكن القائم يحرم فريق بخريس من النقطة على طول السيزر شوئي يلعب كرة مانطوعة تصل عن طريق الحاوي عبد الحكيم يمشي عبد الحكيم كيمو محمود عايز يعدي لعيب يعرف يكلفك يعرف يمر يعرف يعدي يعرف يصول يعرف يقول ولكن التفكير الان ضغط موجود ولكن الباص موجود ايضا والتغطية دفاعية تعلق من كريم مع حامد وباص الان تصل الامسة بالكعب تصل لعبد الحكيم على مهله الان في ابتسامات وفي نزول هليشارك المايسترو خالب بيبو ايضا احمد فهمي متواجدين في خارج ارضية الملعب محمود عبد الحكيم من جديد عايز انطلق عايز يعدي عنده مهارة عنده السرعة لسا لسا ما شفناش الاجابية جول 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 عين الكبار لقاء فنانين لعيبة الكبار هنا في مشوار نار النار اللقاء نار يا حبيبي نار على طريقة البلاي ستيشن ومن منطقة السوريخ هناك تزديد قوية جدا لكن الدفاعات على قما قلنا وقما سكرنا من حق ميت لقمننا للأساد بوخارست لاولاد رز فهمي فهمي اه من السيناريو في اصابة ليان لامير قرارة والوقت يا مر ونقترب من ناية الشوط الاول اصدقاء الكرامة السادة المتابعين مشاهدين قناة الحياة في كل مكان هنا في دوري الحياة لقاء الذي يجمع كل من بوخارست وفريق فهمي فهمي نزول الان من السلطان ما نوزماتش في اللقاء الماضي اللي سجل هذا في استوري دخول النجم خالد بيبو مباراة تحتاج الى مجهود قوي الكل التنافس تنافس قوي داخل المستطيلة على طول الكرة ترجع عن طريق الحارس الاسطوري محمد صبحي بناء هاجمة من جديد عن طريق معتاز بالله وكريم حامد الاخير جميع عبر امي التماث تماثلا وصلاح حسني يحط واحدة ممتازة لحيط المين عن طريق اللابلوز الفريق الازرق شوي يمشي شوي يحاول لكن ما يتعديش ما يمرش ما يعرفش ينطلق كده في اللقطة الماضية على طول بيغانونا عن محط الشمال عن طريق خالد بيبو يلا متعنا يلا فرقنا يلا دينا البلاي ستيشن متعنا وورينا وورينا لقطات الابداعات مجنون قناص هداف ولكن دائما مع الشباك عنده موعيد قناص رهيب جلاد عجيب خلينا نقول كل المصطلحات عن المايسترو واحدة قوية جدا لكن فاهمي فاهمي هما الافضل حتى الان كان ممكن نقدر نقول كده عملها بحتة من اللي هي عملها وشغل الخاصية دلعني شكرا دلعني عدها يا مخرج ما اتعني كلام وإسارات وابداعات هنا داخل المستطيل في ضربة ضربة بارملان عن طريق فاهمي فاهمي الانصار في البامبونيرا هنا في لقاء قد يكون قرنفال بل يكون موديال تمشكون عن طريق خالد بيبو نتمنى من الجميع أن يكون في مشاهدات ممتازة وفي تغطية قد تكون أقصر من ممتازة هنا في ملعب المباراة مباراة الأحلام مباراة التيكي تاكا مباراة وامو حق ميت وكامننة ولسنزة وبوخارس وولاد رزق وفاهمي فاهمي والكبريت الأحمر تمان فرق يتصارعون يبحثون عن الوصول للزهب وصول للفاينل وصول للسيمي فاينل الان في المجموعات الان ايضا اذا تعادل طريق فاهمي فاهمي اعتقد سيعبر للمباراة السيمي فاينل الجولد سكوير والمربع الزهبي الان في ارقام قد يكون معطياته من الزويات الصعبة لكن خلينا نشيد بزكاء التحرك والقوة والتحام اللاعبين قد ممكن يضحى بعقلانية كبيرة تصل من جديد عن طريق الحاوي محمود عبد الحكيم يعد يفوت يلعب باص لصلاح حسني حسني يعمل واحدة تاني من جديد وكنترول من كريم كريم حامد يحاول تصل للسيزر شوء الصلاح حسني ممكن تزديده يا ربي يا 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 هالله 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 يالله يا المدافع يالله يالله متعونا يالله شعلنوها يالله ورون الانصارة والابداعات والانطلاقات هنا في يوم الكلام الان شوقي السيزر يكشر على نيابه وعصام علاء وكريم حامد الانصار في كتيبة النجوم هل تعبر مكينات هو تعبر الصفن وهو مش ممكن تدخلات عنيفة ومبرات قوية ولكن حكم اللقاء ما سيقول اعتقد فيها رقل الجزاء رقل الجزاء الان ولا كاد يكون خطأ ضربة حرة خارج منطقة الجزاء الترتيب قما اذكرنا وقما قلنا من بداية اللقاء فريق فامي فامي يمتلك اربعة نقاط بينما البلوز الفريق الازرق فريق بوخارس الان خطأ موجود عن طريق اللاعب محمود عبد الحكيم يفكر في صلاح حسني حسني لامستولاعب من الوان توتش الوان توتش الان هو الحل الاوحد للوصول لشباك فريق الازرق تمشي كورا من جديد عن طريق عبد الحكيم يرجع الدفاع من جديد ولان نقترب من انزال اشتطارة على مشهد الختام لحظة الاختتام كيف ستكون بأحلى عنوان باص من جديد على طول فوست الملعب لمسة ولعبة تزديدة قوية ولكن انتعلق من الحارس يلا يكون الوقت يمر ونقترب من ايتشاط الاول اصدقائي المشاهدين متابعين قناة الحياة في كل مكان هنا من دور الحياة الدور الاقصر سخونة والمتعة وايصارة داخل المستطيل الاخدر يمشي واحدة من جديد لمسة ولعبة بالرأس من شوئي ولكن تعدي من امام القدم هل ينجح الفريق في معادلات وفي صعوبات من اجل يكون هدف قادم خلينا نشوف او انتبع على طول لمسة فوست الملعب كريم حامد لعيب هو من احد اسلحة ومفاتيح اللعب مش ممكن يا بيبو يا بيبو يا بيبو ساجد لك مصطلح كديد هن جلياتور هن بومبر هن الجنرال هن السلطان هن الفنان لكن هو الموهوب موهوب قارع في لمسات اسطورية على مباراة الحديث عن النجوم ولكن فيه اصابة لان للعب محمود عبد الحكيم سلامات للحاوي محمود عبد الحكيم يوم بار في سلامة يحاولون كل المحاولات وهن اقترب من نهاية الشوط الاول اصدقائي الكرام السادة المتابعين مشاهدين متابعين في كل مكان الان اللقاء كما ذكرنا من بداية هذا اللقاء اللقاء الذي يجمع بين فريق بوخارست وفريق فهمي فهمي على طول انطلاقه من جديد يغير ملعب ناحية اليمين اقوى من اللازم وبالفعل اصدقاء الكرام بيصفر الكابتن محمد المرسي اشكركم اصدقائي الكرام على حسن المتابعة بسم الله الرحمن الرحيم اصدقائي الكرام السادة المشاهدين في كل مكان مرة اخرى رحب حضرتكم هزي اجمل تحياتي معلكم محمد ايشا هنا من استاد القاهرة من الصالة المغطاء ولقاء جديد من دوري الحياة دوري نجوم دوري الفنانين دوري الكبار ولكن في بداية اصدقاء المشتعل انتهى الشوت الاول اعزائي المشاهدين بالتعاعد للاجابي واحد فريق فهمي فهمي ايضا كان تعاعد المتواجد موجود عن طريق اقدام لعبي فريق بوخارست انتهى الشوت الاول بالتعاعد للاجابي ولكن خلينا اذكر حضرتكم سريعا بنفس تشكيل الشوت الاول بمس الفريق فهمي فهمي لحرصة المرمى محمد صبحي معطاس بالله احمد حسين وكريم حامد علاء او عصام علاء خالب بي احمد فهمي وكريم فهمي في الامامة وفي الجانب الاخر وتواجد الفريق الازرق فريق بوخارست لحرصة المرمى هشام رشاد قدامه امير قرار احمد صلاح حسني والحاوي محمود عبد الحكيم والصيزر محمد شوئي كل الامور في مشاهدات في ابداعات ولكن دائما مع دائما الابداع الكبير محمد ناصر الدين تغطية ممتازة جدا هنا في ملعب لا تطريفة كده لا تطريفة وفي اداء مقنع اداء الشيط ولكن التحضير والتركيز والتفكير هنا في ملعب اللقاء على طول باص عن طريق احمد حسين عايزة عدى عايزة انطلق يستد حتى الشمال تصل من جديد لخالد يمشي عصام لمعتز بالله مجنشيط لعيب نشيط عنده نشاط لعيب بقوة تمانية سلندر هنا في ملعب المباراة قلينا نقول لا من سيسجل لكن متقلقين خلينا نقول لا فهمي يا مدير كريمة خطيرة وخالب بيبو يا سريع وكريم حامد المسير رباعي النجوم هنا في فريق فهمي فهمي على طول باص تحضير فوس الملعب يلعب واحدة امامية للامامة عن طريق احمد دفامي باص كنترول واستلام والضغط موجود حاول ينطلق حاول يبحث عن وصوله لشباة كفريق ولكن اعتقد فيها لمسة يد فيها لمسة يد واضحة تماماً هنا في ملعب اللقاء هنا لحضراتكم نتائج وارقام واحصائيات وحسابات كثيرة جداً هنا في داخل البطولة تمام فرق يتنافسون اذكر لحضراتكم مرة اخرى الكبريت الاحمر وفهمي فهمي واولاد رز وبو خارس والاسادسة وقماننا وحق ميت ووامع تمام فرق الان وفي لقاء اليوم ننتظر الرباعي الذي يصل الى لقاء السيمي فاينل لقاء نصف النهائي هيكون من مينة وبطاق التأهل قد تقول المتوق دلان على طول كريم يمشي كريم حامل لعيب سريع لعيب مهوب احد ابرز واهم لعبي فريق فاهمي فاهمي تتلعب واحدة لحية الشمال عايز ينطلق عايز يعدي يبحث عن صغراء بالكعبة على طول مقطوع الكونتر اتاك والهاجم المضادة العكسية ترجع التاني كتاله ومعتز معتز يحطاه في اليمين انه مش ممكن تاخر فيها تاخر فيها والضغط عليه يلعب واحدة التاني حلو المروغة حلو الاستلام السلام على التفكير على كل تقدم الان الله مش ممكن لا 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 صعبة 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 طلق الان تخرج من مسدس فاهمي فاهمي زي ما انت عاوز تقول قول كل الاسلحة وكل للقضائف المدفعية دانا دانا تخبط في القائم والحارس ما يشوفهاش هنا في ملعب المباراة ابتسامات وابداعات داخل الكنترول التحضير موجود هنا في ملعب المباراة على طول انطلاقة من جديد عن طريق كلحاوي محمود عبد الحكيم بقى يلعب لشوقي صلاح حسني يرجع تاني للحارس هشام رشاد هشام على طول تتلعب امامي اي حاجة طويلة قوية تصف في ايد الحارس الامينة حارس مارما في ريق فاهمي فاهمي على طول شويا ياخدها بدون خاطه خوية قوية خوية قوية يحطها بسن نجله كده على طول الساروخية ولكن تعدي تعدي كده تطلع من فوق العارضة تطلع وتبقى ط Therapy مارما على طول تسديد قوية هل يكون اللعب لكن ننتظر دخول خالب به لعيب الذي عنده نكهة كده نكهة خاصة عنده لمسة حلوة تصل من جديد لمسه لعبة كريم حامد يمشي كريم انت لقى من ناحية اليمين ممكن عدف تاني ويضيع 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 اخطر واحدة لكن على طول فيه متصرع فيها شام رشاد كده لكن فين خالب بيبو القناص الرهيب الجلاد العجيب فيه اصابة كده لاعب من فريق الفريق الازرق فريق بوخارست فيه اصابة لللاعب زي ما قلنا خالب بيبو قناص رهيب جلاد عجيب تصل من جديد عن طريق المعتز بالله هجمه انطلاقة هل ينجحون في الوصول للشباك تصل لكريم حامد لامسة لعبة كنترول السست واستلام هنا انطلاقة عايز ينطلق ينزل باس تاني للسلطان وتصل من جديد عن طريق السيزر لكن الضغط من الحاوي عبد الحاكم الحاكم يقول لما فيها خطر مفهاش خطر كده بدون اختلاء تصل للمسة هل ممتازة هنا في ملعب المباراة تعادوا لجابي حتى الان واحد فهمي فهمي واحد بوخارست على طول انطلاقة من جديد محاولات ولكن تقلق من الدفاع تصل من جديد الكونتر اتاك الهجم المضادة العكسية عايز يحط بالكعب كده لكن قفلين مباراة مقفولة جدا مباراة قوية مباراة قد تكون الأصعب مباراة بدأ تدخل في السخونة وفي السرعة القوية هل ينجح اللاعبين هل أحد من الفرق اللي يسجل هدف قاتل هنشوف ونتابع على طول عبد الحاكم الحاوي استلام على ماله يتضغط عليه اتنين على العبد الحاكم بدون خطأ تصل لكريم حامد مباراة قوية مباراة عصبية مفيش دحك مفيش هزار مفيش حاجة اسمها لقاء فننين ودور مشاهير لكن فيه اداء مقنع اداء قوي الكل يبحث عن اهداف الكل يبحث عن ثلاث نقاط الكل يتمنى العبور والوصول للإدارة نصف نهاية على طول عبد الحاكم يحط جسمه ياخدها من خبرة فيه قوة زيادة قوية زيادة على شاوي كده ما يلحقاش محمد شاوي كان بيحاول معها لكن فيها قوة زيادة كده من محمود عبد الحاكم بنلعب في الشوت التاني يا عزيزي المشاهدين متابعين قناة الحياة في كل مكان وحتى الآن التعاعد للإيجابي بين فريق فاهمي فاهمي وفريق وخلصت هنا في ملعب اللقاء تعاعدوا لإيجابي هنا في دور الحياة نتمنى ان نكون هذا اللقاء لقاء لصار اللقاء لمطعة يحمل كل الكلمات وكل المصطلحات هنا في مباراة الكبار لقاء لا اسماء ولا اسماء حتى الآن خالد بيبو يرتاح ويستريح حال يدخل من جديد يحول في تفكيره والوصول لهدف قادم التزديد القوية لكن حكم اللقاء بيطلبوا بلا مستياد دي كده لكن اعتقد ترتطم في وجه اللعب في لاعب واقع سلامات ان شاء الله يكون سليم اصابة ايضا اخر اللعب فريق بوخاريس بوخاريس دائما في الابداعات وفي الانطلاقات لكن اللقاء حتى الآن بتعاضل ايجابي ويستمر التعاضل اذا اعتقد ممكن في اخر السواني احد الفريقين يسجل هدف في الوقت المتبقي القادم على طول لمسه جديد وانطلاق عن طريق المعتز بالله معتز دوع المصند استهلك فيه بعض السواني يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد هدف ممتاز وفي عامل ومجهود فردي يتألق يستعرض الآن ويسجل هدف قادمون هدف من المجنون يمزق الشباق عن طريق فريق فهمي فهمي ها لان المباراة تزداد صعوبة اه شوئي يمشي يا ساتر يا الله يا ساتر يا الله قوظيف سواريخ هنا في ملعب اللقاء شوئي وبعنوان كأس القرار على طريقة امام البرازيل يسدد واحدة في جوليو استصار لكن ده هو مين ده هو الحارة سلامين محمد صبحي واحدة من جديد يا سلام يكلفك يتألق يتصد شوئي من جديد مباراة تزداد سخونة مباراة تزداد السر نار يا حبيبي نار في هذا اللقاء فهمي يمشي يحاوي محمود عبد الحكيم ومحاولات في هذا اللقاء قد يكون الأفضل والأقوى ومباراة قوية ولكن تقدم اتنين واحد لصالح فريق فهمي فهمي هل ينجح فريق بوغارست في العودة في هذا اللقاء يتعادل بهدف تاني صعب جدا في الوقت المتبقي هل يعززون فريق فهمي فهمي ثلاث أهداف وفي طريقه عن طريق الأهداف المتبقية في مباراة قد تكون الأحلى يقول قالوا فريق النجوم فأشرت برأسي لا 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 خلاص 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 سماح 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 لأهل السماح يسجلون يبدعون يتعلقون يتفننون يستعرضون فهمي فهمي فريق كبير فريق عنده أداء جماعي قالوا فريق النجوم فأشرت برأسي قلت صحيح قالوا نادي الأحلام قلت أنت كده دائما موعيد وموفق في الأداء وفي الأسماء تلاتة فهمي فهمي واحدة بوخاليس هذه واحدة تاني وهو صفارة وهو قريب جدا حكم اللقاء يدي خطى لصالح فريق فهمي فهمي تمس من المدمر المرعب المفزع كريم حامض يمشي بواحدة تاني عايز ينطلق يلعب واحد دا للأمام مقطوعة وضغط قائم حتى لان لسه لسه فريق بخارسة ما شفناش دصوا حضراتكم ما بينقلوا بينقلوا بسرعة خلاص 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 الرابع 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 هدف قاتل والصاروخ أرض جو مدمر ومرعب ومفزع كما سكرت وكما قلت يضرب صاروخ في الشباك الجلاد الفتاك الجلاد يوريهم العذاب وبهدف صاروخي هنا في ملعب اللقاء مش ممكن مش ممكن مش ممكن فريق يتعادل شوطن أول وتنفتح شوارع بخارس الان في الشوط الثاني خلاص نقترب من نهاية اللقاء اصدقاء الكرام السادة المشاهدين ودقتين وقت من المديل على نهاية المباراة أعتقد خلاص التلات نقاط في الأحضان في الأحضان في الأحضان في الأحضان بيبو 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 ولكن فهمي 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 هم الأفضل هم الأحسن هم الأسرع ولكن التكتيك الخارق لعيب بقيمة خالي بيبو إزاي يقدر يتكلم مع اللاعبين يعطي التعليمات يعطي كل الأمارات والإشارات العبور من أجل الوصول للسيمي فاينال وفي تزديد قادمة عن طريق البرهان طريق السلطان طريق الأحلام طريق الوصول للمباراة النائية يا جمالك يا كريم يا روعة أقدامك يا بيبو هدف عادي هدف غير عادي سحر يا عيني سحر الله على أقدام لعبي فهمي فهمي وخلاص نتفنى أن نستعرض في التعليق في آخر السوان من عمر واحدة أساسا اللقاء على طول من جديد فهمي فهمي يمشي فهمي يلا يا فهمي رسمي فهمي نصمي فهمي نصمي رسمي فهمي نصمي رسمي فهمي خلصوها يشعللوها يفتكوها لا 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 خلصوها شعللوها نصمي رسمي فهمي عالمي 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 ينهي كل الكلام ينهي كل الأمور ومبروك مبروك مبروك لفريق فهمي هارد لك فريق بوخارس أشكركم أعزائي المشاهدين متابعين في كل مكان على قناة الحياة هذه أجمل تحياتي معلقكم محمد إيشا أشكركم على حسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر